قبل أيام ودع العالم أيقونة لا تتكرر في فن العمارة والتصاميم الهندسية العراقية زهى حديد ملكة المنحنيات لم تكن مصممة فحسب بل كانت حالة إلهام لكل المبدعين من خلال تصاميمها التي ملأت البلدان وغيرت الكثير من مفاهيم التصميم المعماري مئات التصاميم رسمتها حديد توزعت على عديد من العواصم والمدن العالمية وفي مختلف قارات المعمورة وبالطبع كان للرياض نصيب مما أبدعت تركت زهى بصمتها على ثلاث مشاريع في أرض الرياض وبداية بمشروع المركز التراث العمراني بالدرعية والذي استوحت تصميمه من الكثبان الرملية والبيئة التراثية مرورا بمشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية كاب سارك والذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العشرين من يناير الماضي وانتهاء بمشروع محطة متر الرياض بالمركز المالي ويعبر هذا التصميم الذي سيقام على مساحة تتجاوز عشرين ألف متر مربع عن حداثة في تصاميم راحلة وفرادة لا تضاها وسحر حلال يسر الناظرين رحلت ابنة العراق بعد ثلاثين عاما من اعمار الأرض وخدمة الإنسان رحلت لتعيش منحنياتها المتعرجة زمنا طويلا شاهدا على عبقريتها الفذة وإبداعها اللامتناهي اشتركوا في القناة